إن يجب أن يسود جو من التفاؤل، جو من الإيجابية، جو من المساندة يعني لا ينبغي أبدا في فترة الامتحانات أن تتحول البيوت إلى معسكر وإلى أوامر وإلى توطر والعجيب في الأمر أن الأم هذه المتوترة أو الأب المتوتر هو للأسف الشديد ربما يكون ترك الأولاد فترة بدون رعاية أو ربما يكون ترك أولاده فترة بدون مساندة أو بدون ما يقدم لهم المساعدة فبيجي ساعة لحظة الامتحانات أو أيام الامتحانات ينتبه الضغوط اللي بيمارسها الأب والأم أحيانا تشكل توطر هذا التوتر يقلل من تحصيل الطالب ويقلل من تركيز الطالب ويقلل من انتباه الطالب وينعكس عليه على حالته النفسية يعني حتى يجعله هو ما عنده ثقة في نفسه لأن من عوامل النجاح أن أنا عندي ثقة في نفسي أنا ذكرت كمان العقل بيبني على آخر تجربة قبل الامتحان النهائي كان فيه امتحانات شهرية أنت خطها ونجحت فيها وقدمت نتائك طيبة فلا فرق بين النهائي والمرحالي فيجب أن الأب والأم يقللوا من هذه الحدة وهذا التوتر لأن أحيانا للأسف بيكون الأب والأم أحيانا بعض الأباء والأمهات بيكون خايف على صورته هو أن لو ابنه ما حصل درجات متميزة شكل إيه؟ لا أبدا أنت المشكلة كما تفضلت أختنا مش عند الأولاد المشكلة عند الأب والأم أحيانا بتكون الأم نمط شخصيتها قلقة يعني عايشة دايما كده يعني بشكل قلق وأحيانا يكون الأب أيضا فينعاكس ده على الأولاد بالسلب ولكن ولدنا حقيقي والله أولدنا إذا سات جو من الهدوء جو من الحب جو من الحنو جو من الدعم جو من المساندة رح تمر فترة الامتحانات والامتحانات هذه مثل سابقتها